مرحبا مرحبا ميكم أيها المشاهدون من جديد و مع خير الكلام نعود معكم من جديد و مع خير الكلام ولكن هنا أريد أن أقف مع محطات مع فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد الرحمن من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف بل هو كبير مفتي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف حياك الله فضل للدكتور الله يحييك مهلا و سيد الشرطان الله يزيخي حياك الله فضل للدكتور فضيلة الدكتور سنتحور بعض النقاط المهمة جدا و التي لا بد أن نأخذ بها بعين الاعتبار و نحن في هذا الشهر الفضيل طبعا من باب الذكرى نحن نستفيد و المشاهدون كذلك يستفيدون من بعض الأمور المهمة تتعلق بهذا الشهر الفضيل خاصة نحن على عتبة هذا الشهر يعني أصبح الإنسان يعني الأصل فضل للدكتور أن الإنسان يعني يحاول أن يهيئ نفسه قبل رمضان لماذا من أذان الفجر و هو مستعد أتم الاستعداد أو قبل أحد أذان الفجر قد استعد استعدادا عظيما لهذا الشهر الفضيل أن يؤذن صلاة للفجر هو دخل في عالم آخر عالم هذا الشهر الفضيل فضلي الدكتور يعني أنا حقيقة أقف مع رحمة الله عز وجل مع سعة رحمة الله عز وجل و عطائه و كرمه و جوده و إحسانه علينا نحن يعني نحن نتقلب في رحمة الله عز وجل بمواسم هذه المواسم التي رب العزة سبحانه و جل و علا يجود بها علينا جينا للصلاة تعال خذ أجر في الصباح فتح بابه الأجر في المساء فتح بابه الأجر ذهبت في موسم الحج هناك بابه أجر قد فتح للإنسان عشورة فتح بابه أجر للإنسان نصف من شعبان بابه أجر فتح للإنسان يوم الجمعة بابه أجر فتح للإنسان يوم الأثنين بابه أجر فتح للإنسان يوم الخميس بابه أجر فتح للإنسان يأتي الإنسان بعد ذلك في أوقات أخرى في كل ليلة هناك بابه أجر فتح للإنسان عند أوطول الأمطار هناك بابه أجر فتح للإنسان يأخذ و ينهل من هذا الفضل العظيم و من هذا الأجل الجزيل كأن هناك بحر من الحسنات يقال للإنسان تعال خذ أنت تعال خذ من هذه الحسنات تزود بها تجلي رحمة الله عز وجل في هذه المواسم كيف الإنسان يستغل الله لإستغل الأمثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلاة و السلام على أشرف الإنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين لا شك أن رمضان مدرسة من المدارس التي فتحها الله تعالى للإنسان ليتعلم فيها و يكتسب منها و هو كذلك مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه و تعالى حيث أن الله تعالى شعل هذا الشهر موسما للخيرات و البركات فشهر رمضان عندما يهل الشهر تصفد الشياطين مرضة الشياطين الذين يغون الإنسان و يحولن بينه و بين طاعة الله سبحانه و تعالى لكن الشياطين الأخرى الثانية موجودة نعم الشياطين الثانية مرضة الشياطين فقط معناه أن يخفف عنك من القوة الشرية التي تحول بينك و بين الخير و هذا من رحمة الله سبحانه و تعالى أنه أعانك في هذا الشهر المبارك الشيء الثاني أنه يفتح لك أبواب الخيرات تفتح أبواب الجنان و هذا كناية عن فتح أبواب الخير يدخل الإنسان من أيها شاء و كذلك تسد أبواب النيران و تغلق أبواب النيران فلا يترك منها باب معناه أن أبواب الشر قد أغلقت و أبواب الخير قد فتحت فالدكار هنا في المسألة هذه هل نستطيع أن نقول أن أبواب الجنة فتحت هي على الحقيقة تفتح و كذلك بالمعنى الآخر كذلك هي يفتح لإنسان باب الرحمة هي تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب فلا يغلق منها باب هذا دليل على أن هذا فتحا على الحقيقة الحقيقة على الحقيقة و كذلك تفتح أبواب الجنان معناه ليدخل الإنسان من أيها شام يفتح لك البواب معناه الطريق إلى الجنة هي الأعمال الصالحة فأنت تفتح لك الأبواب و تفتح لك الطرق المنصلة إلى هذه الأبواب فالأبواب مفتحة مشرعة و أبواب الخير و فيه باب في الجنة يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فهذا الباب خاص بالصائمين و لكن أبواب الخير الأخرى من صدقات و زكوات و دعاء و قيام للليل هذا مفتوح هم أن رمضان كذلك فرصة للإنسان لتصحيح أخطائه خلال السنة لتصحيح أخطائه خلال السنة لأن الله سبحانه و تعالى جعل صيام هذا الشهر كفارة لجميع الذنوب من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفرا لهم أتقدم من النبي و كذلك قيامه من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفرا لهم أتقدم من النبي و جاء في الحديث الآخر رمضان إلى رمضان كفارة لما بهنهم إذا اجتنبت الكبائي فهو موسم فتح الله تعالى فيها أبواب الخيرات ليسارع الناس إلى هذه الخيرات فيكثروا من الذكر فيه يكثروا من التصدق فيه يكثروا من قيام الليل فيه يكثروا من تلاوة القرآن لأنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذا كان هو ظرفا لتنزلات القرآن الذي هو رحمة الله تعالى و حبله الممدود و مائدة الله تعالى في الأرض فمعناه أنه ينبغي لنا أن نكثر من تلاوته و العمل به و تدبره و التخلق به في هذا الشهر المبارك لأنه شهر الرحمة ثم كذلك إن هذا الشهر من مظاهر الرحمة فيه أن لله تعالى أتقاء في كل ليلة من رمضان كل ليلة يعتق فيها ناس قد يستحق عليهم و القول بأنهم يستحقوا النار فيعتقون يدخلون لجنة من غير السبب فضيل الدكتور أقف هنا مع العتقاء يعني إنسان يعني أنا أتي مثلا أنا صايم من الفجر إلى أذان المغرب لم أكل و لم أشرب أنا صايم حكما لكن عملا لا يعني أنا ممكن أتكلم بغيبة و يمكن أنا أنظر إلى ما حرم الله يمكن 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 فهل كذلك يدخل في هذا الجانب هو حقيقة الأشور المعودة على رمضان و الجوائز المعدة بشروط شرطها أن يكون الإنسان صائما حقا صائما عن كل ما يسخط الله سبحانه و تعالى معناها مشغول بذكر الله تعالى و بعبادة الله تعالى و بما ينفع هو أو ينفع الآخرين من أمور الدنيا فهذا من العبادات و ليس من أمور الدنيوية فخدمتك للناس و عملك الوظيف و خدمتك لأهلك هذا كله من العمال صحيح تبششك في وجه أخيك المسلم و مباسطتك له في الكلام هذا كله من الذكر و العبادة فليس من أمور التي تنقص من الأجر إنما ينقص الأجر هو الكلام التافه الذي لا منفعت فيه و لا يستفيد منه الإنسان فهذا هو الذي ينقص أجر الصيام فالذي يحافظ على صيانة و صيام رمضان يقول هناك صيام و صيانة صيام و صيانته صيانته فالصيام هو الكف عن الأكل و الشرب و الشهوة البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و الصيانة هي حفظ حرمة رمضان أن تستشعر عظمة هذا الظرف الذي أنت فيه فتعظم شهر رمضان بأن لا تأتي فيه إلا بالخير بأن لا تأتي فيه إلا بما يرضي الله سبحانه و تعالى فهذه هي الصيانة التي يقول فيها الشاعر لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من الحديث فنونه و أعلم بأنك لن تنال أجوره حتى تكون تصومه و تصونه فالصيانة هي حفظ هذا الظرف من الوقوع في كل ما يسخط الله سبحانه و تعالى أو في كل ما لا يرضي الله تعالى أي كل ما ليس فيه عبادة أو ليس فيه منفعة فمن عبادة الله تعالى المنافع كلها فكل ما هو نافع فهو عبادة لله سبحانه و تعالى فضل الدكتور أنا أقف عند قول المولى سبحانه و جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هنا النداء قال للمؤمن طيب أحيانا نجد كتاب في كتاب الله نداء يا أيها الناس مثلا لكن هنا خص الخطاب للمؤمنين طيب لماذا خصوصية النداء فقط للمؤمن هل هناك لما يعني يحمل هو من أهلية معينة و أنه يتصف في صفات معينة حتى يكون الخطاب له دون غيره لأنه هو المنتفع به قالوا خص المؤمن لأنه هو المنتفع حقيقة و إلا في الخطاب عام إلا أنه خص المؤمن لأنه هو المنتفع حقيقة و قال يا أيها الذين آمنوا معناه الذين آمنوا حقيقة لأنهم الذين ينتفعون حقيقة برمضان و هم الذين يستغلون هذه المدرسة فيستفيدون من دروسها و ينالون فيها الجوائز هؤلاء هم منتفعون لذلك خصهم بالخطاب و أما من سواه من من لم يبالي بهذا الشهر و لم يؤطي لهذا الشهر حرمته فهو لم يستفد حقيقة من أسرار هذا الشهر هذا الشهر لهو أسرار لهو أسرار يحس بها المؤمن في إيمانه في قلبه في علاقته بالله سبحانه و تعالى يشعر بسكينة في قلبه و كذلك في أعماله الصالحة و إذا انتهى رمضان علم الإنسان هل نجح في هذه المدرسة أم خسر و إذا ازداد طاعة لله و ازداد إيمانا بالله تعالى فمعناه أنه قد استفاد من المدرسة و معناه أنه كان ممن نالته الرحمة في هذا الشهر و أما إن كان بعد شهر رمضان و منذ لما كان قبل رمضان يعود إلى ما كان عليه فمعناه أنه لم يستفد من مدرسة رمضان و معناه أنه لم يتعرض لنفحات و رحمة الله سبحانه و تعالى في هذا الشهر المبارك فلعلكم تتقون هما كذلك هذا الخطاب فيه نكتة هو يا أيها الكتب على المسلم و كما كتب على من قبلكم الله تعالى يخفف علينا فرض عليكم و ما فرض على من قبلكم فأنتم لستم أنتم الذين كلفتم وحدكم فهو قد كلف من قبلكم لعلكم تتقون هما بيّن العلة من فرض هذا الشهر المبارك هي أنه لعلكم تتقون و الترجي من الله تعالى واجب فمن حافظ على هذا الشهر و صامه كما أمره الله سبحانه و تعالى نال التقوى فضل دكتور و هذه أعلى درجة هل يستطيع أن نقول أن المؤمن فيه صفة الاستجابة فالمؤمن يستجيب و ما كان لمؤمنين و لمؤمنتين إذا قضى الله و رسوله أمره أن يكونوا خيارات من أمرهم الذي يستجيبوا لله و الرسول إذا دعاهم لما يحييهم استجيبوا لله و الرسول إذا دعاكم لما يحييكم هنا صفة المؤمن أنه إيش الاستجابة يعني من يأتيه الأمر الإلهي يستجيب مباشرة فهل نقول أن الخطاب له لأنه هو أهل الاستجابة و أهل الإنصير هذه الأهلي و هذه الاستفادة نحن نقول أن الاستشابته لأمر الله تعالى هي التي أهلته و على قوة إيمانه يستجيب و الله تعالى يقول فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مما لا يجدوه يوسم حرجا مما قضيته و يسلم و تسليما لا يكون المؤمن مؤمنا حقيقة كامل الإيمان إلا إذا كان مسلما لأمر الله كل ما جاءه أمر الله تعالى استجاب و كل ما جاء نهي الله سبحانه و تعالى انتهى فالذي يتفاعل مع أوامل الله تعالى و مع نواهيه هو المؤمن الكامل الإيمان الذي عنده وازع و رقابة من الله تعالى في قلبه يراقب الله تعالى و يعلم حقيقة أنه عبد لله تعالى و أنه مأمور من الله تعالى و يعلم عظمة الله تعالى و هذه العظمة هي التي تورث رقة القلب و الخشية الباطنية ليست الخشية هي كثرة البكاء و لا كثرة الكلام و النطق باللسان و إنما الخشية هي أمر قلبي يحس به المؤمن في باطنه عند أمر الله تعالى و عند نهيه فإذا لم يجد تلك الخشية و لم يجد تلك الرقابة فمعناه أن إيمانه فيه دخم فعليه أن يجدد إيمانه و رمضان من مجددات الإيمان الصيام لأن الإنسان يترك فيه شهوته لأمر الله تعالى يترك الأكل و الشرب مع أنه متوفر لديه مع أنه كذلك لا رقيب علي استطيع أن يغلق عليه و غرفته و يأكل و يشرب لكن معه رقيب من الله تعالى يشعر به فهو ليس من الإبادات الأخرى التي يراها الناس فهو أمر بينك و بين الله سبحانه و تعالى فلذلك أجر الصوم لله تعالى إلا الصوم فهو لي و أنا أجزي به لذلك لا يعطى في التبعات إذا كان الإنسان عليه حقوق للخلق فيعطون من حسناته و لكن لا يعطون من الصيام سبحان الله يعني هذا الآن يوم القيامة مثلا إنسان يعني يوم القيامة كما ثبت أنه يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت إلا الصيام إلا الصيام فالصيام عمل خاص بالإنسان فيحفظه الله تعالى فإذا فنية الحسنات و كان عنده هذا الصيام الله تعالى أرضى عنه الديون أرضى عنه الخصوم و جزاه بهذا لا الصوم فهو لي و أنا أجزي به واحد قد يقول طيب أنا ما مشكلة أنا أكثر من الصوم و أسئل إلى آخرين لا 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 هذا إن رحمة الله قريب من المحسنين و كذلك الصوم هو الصوم المتقبل و قبوله القبول عند الله سبحانه و تعالى فأنت لا تدري هل كانت صومك مقبول ماذا عندك في مجرد هذه النية معناه أنت تعرضت لسخط الله تعالى و معناه أن صومك غير مقبول معناه سي و فضت صيامك و هذا معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صمى رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقتل إيمانا بالله تعالى و احتسابا للأجر من عند الله تعالى لا مراءة للناس و لا طلبا لشيء آخر لا أن يقال صائم و لا أن يمتدح و لا لشيء و إنما قصده بذلك رضى الله سبحانه و تعالى و رجوه ثوابه و حسابه عند الله طيب هنا مسألة مهمة جدا دكتور أثرتها الله يزيك خير الآن أنا صراحة هذا شعوري و شعور كل مشاهد أعتمد أن يكون صومي مقبول صلاتي مقبول صومي مقبول زكاتي قد قبل أتحجي قد قبل طيب هل هناك علامات أستطيع من خلالها أن هذا العمل قد قبل هي في علامات قلنا أن من علاماتها هو أن تحس بالسكينة بعد العمل الصالح سواء كان صدقة طيب لو كان سنشهر بذيق أو كان صلاة إذا أحسست بهذه السكينة و هذا الإيمان و ازداد إيمانك فمعناه أن هذه الإبادة مقبولة و معناه أنها أضيت على الوجه الذي طالبه الله سبحانه و تعالى و إذا لم تحس بها بل وجدت نفسك في كدر و في إعراض عن العبادة كذلك الإقبال على العبادة و كذلك الاستقامة لأن الله سبحانه و تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله إنما للحصر لأن الإثبات و ما النافية إذا تركب النفي و الإثبات أفاد الحصر إنما يتقبل الله من المتقين و هذا المقصود لعلكم تتقون لعلكم تتقون حتى تقبل الأعمال فلا يتقبل الأعمال و إذا كان الإنسان متقين فإذا كان الإنسان متقين و كان كل عمل صالح عمله يزيده طاعة فمعنا ذلك أن العمل متقبل و إذا كان العمل الصالح لا يزيدك في الخير و إنما تزداد بعده شرا فمعناه أنك لم تؤدي العمل الصالح على وجه و بالتالي لم يقبل منك و القبول سببه أنت سببه الإنسان و الله تعالى لا يظلم من تقال ذرة يتقبل الله من عباده و هو متشوف للقبول لأعمال عباده متشوف لأعمال عباده يتقبلهم و يتلقاهم لكن قد يكون هناك دخل لأن الناقد بصير هذا العمل ينتقد فيه نقاط تفتيش يمر بها عمل الإنسان بعد ما يصدر منه فلا بد أن يكون سليما فإذا كان فيه دخل و كان فيه شيء فمعناه أنه يرد على صاحبه و لا بد أن نفتش أعمالنا و أن نخلص فيها لله تعالى و أن تكون أعمال صالحة حقا بمعنى موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يكون صاحبها مؤمنا بالله تعالى فعلها إيمانا بالله تعالى و تقربا إليه ثالثا أن لا يكون فيها رياء أن يكون خلص فيها لله هذه شروط الثلاثة هي شروط قبول العمل معنى المخرج يشير إليه أن الوقت قد ضاق فضل الدكتور نحن نحتاج مع الصيام أن يستشعر الإنسان بمعنى الإسلام الصحيح و معنى الإيمان الحقيقي بمعنى أن يكون هذا الإنسان صاحب فكر راجح صاحب فكر ليس فيه طلال و لا انحراف أن يكون هذا الفكر معتدل يعني يسمع و يطيع لولي الأمر يسعى هذا الإنسان يزرع الخير في مجتمعه يذب عن مجتمعه يذب عن وطنه يسعى إلى وحدته يسعى إلى تآلفه كيف ذلك يكون في رمضان و حقيقة نعنى أن العصاف السالبة كلها سببها هو عدم طاعة الله تعالى أو ضعف الإيمان فلا يكون الإنسان المؤمن كاملا إلا شخصا إيجابيا لا يكون في شر لا يأتي إلا بالخير لا يسعى إلا للخير لا يسعى إلا للخير لبلده و لا لقيادته و لا لشعبه إلا في الخير أما إذا كان عنده نوازع نفسية أو نوازع شيطانية فمعلاه أنه سيتركبه النفس الأمارة بالسوء و سيركبه الشيطان فيسول له و يزين له و يزخرف له بعض الأعمال التي يظنها خير و هي حقيقة شر و بال عليه فرمضان مدرسة ينبغي للمؤمن أن يستغلها و يفكر بعد ما يمسك عن الصيام و الأكل و الشرب فتخف النفس لأن الضغط على النفس يتركم ألوفاتها و شهواتها مما يعينك على ضبطها فيفكر الإنسان في هذه الحالة في حالته فيزن أعماله و أقواله بميزان الشرع هل أنت مخلوق لله سبحانه و تعالى لن تكون رقيبا أبدا في معناه ليست لك رقابة على أحد و المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و المؤمن و المؤمن من أمينه ناسه على أمالهم و أعراضهم فالذي يأمنه الناس هو المؤمن و من سلم الناس منه هو المسلم فأنت إذا كنت عندك تحرق على ضر الناس أو على شر الناس أو لم ترى إلا الشر من الناس فمعنا ذلك أنك ينبغي أن تراجع إيمانك إيمانك ضعيف إيمانك ضعيف تحتاجه و أن تشدده فحاول أن تكون علاقتك بالله سبحانه و تعالى و أن تنور إلى الناس بالنظر الإيجابي فهم الله سبحانه و تعالى هو الخالق و هو الرازق و هو الرقيب و الحسيب فأنت لست رقيبا و لا حسيبا و لست مسؤولا عن الناس و لا عندك وصاية على أي فرض الوصاية ليست لأحد من الناس الوصاية على هذا الخلق هي لله سبحانه و تعالى و أنه هو المالك الذي خلق و رزق و هو الذي يحاسب للإنسان فكيف تحاسب أنت الناس كيف تعامل الناس أنت على مقتضى ما تراه أنت منهم فإذا كان الله سبحانه و تعالى تجاوز عنهم و سترهم و يغفر لهم و جعلهم هذه الفرصة التي ذكرناها منها الصلاة منها الصيام منها الأعمال الخير من أجل أن يتطهروا و يبسطوا يا دهوب الليل يطيبوا مسيء النهار و يبسطوا يا دهوب نار يطيبوا مسيء الليل فكيف أنت تحرم نفسك من هذه الرحمة و تحرم الناس من هذه الرحمة تمسك الناس بعمل شخص عمل أعمله تقول خلاص هذا خلاص شخص كذا فأنت نرع للناس بالنظر الإيجابي و كن راحما لخلق الله تعالى الراحمون يرحمهم الرحمن فإذا لم تكن في قلبك رحمة لخلق الله تعالى فمعناه ذلك أنك ستكون إنسانا شررا لا يعمل إلا للشر و لا يسعى إلا للشر و لا يبصر إلا الشر فمعناه أن أعمال الناس أعمال الخير قد غابت عنه و إنما رأى فقط أخطاع الناس و هذا ينبغي للإنسان أن يبصر الشر في نفسه يفتش عن الشر الذي فيه و لكن لا يفتش عن الشر في الآخر يحمل الناس على الخير و يحسن الظن بالناس فهذا هو المطلوب من الإنسان و الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا كان يقول لهم لا تحدثني عن أصحابي كان لا تحدثني عن أصحابي لا يريد أن يخرج عنه و ليس لقل بشيء نريد أن أرقى الله تعالى و ليس لرقبتي مظلمة لأحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنت كذلك حاسب نفسك و علم أنك ستحاسب على معاملتك مع الله و علاقتك بالله و انشغالك بأخطاء الآخرين هذا من الاشتغال بما لا يعني أنت مسؤول عن نفسك فاشتغل بنفسك أولا و لو اشتغلت بنفسك لم تجد فرصة لأن تنرأ إلى الآخرين و لا تنتقل الآخرين فكل أسباب الانحراف أو كل سبب هذه النظرة الشرية هو ضعف الإيمان صحيح فضيل الدكتور حقيقة الحديث معك منتع وجميل و رائع و لكن كأن الوقت قارب على يعني على الانتهاء و حقيقة نحن الآن في هذا الشهر الفضيل لا بد ينظر الإنسان إلى تقوية إيمانه و إلى أن يكون مؤمنا حقيقيا بمعنى أن يسعى إلى مرضات الله سبحانه جل وعلا في صلاته و في صومه و في اختلاوة القرآن و في ذكر الله عز وجل و يسعى إلى تعميق ذلك يعني لا يكتفي فقط كما كان عليه في السابق بل يسعى و يجاهد نفسه و يشمر و يضع نفسه برنامجا ماتية القرآن ماتية يذكر الله عز وجل أين يصلي التراويح أين يصلي القيام كيف يصوم كيف يبتعد عما يغطب الله سبحانه جل وعلا ثم بعد ذلك ينظر إلى الخلق كيف يتعامل معهم بالحسنة إن كان قاطعا لرحمة يصر رحمة إن كان قد أسائل الآخرين يحسن الآخرين إن كانت لديه بعض الأفكار المنحرفة أتواصل أتواصل من العلماء أو لو عندي الفكر الفلاني نؤوروني بصروني لماذا؟ حتى يحقق معنى لعلكم تتقون في الختام حقيقة فضلة الدكتور محمد عبد الرحمن لك كل الشكر و التقدير على تواجدك في هذا المكان و على وجودك معنا في هذا البرنامج خير الكلام شكرا معكم نتمنى كذلك أن تكونوا معنا في مرات أخرى في هذا الشهر الفضيل و لكم أيها المشاهدون كل الشكر و التقدير على متابعتكم و على مشاهدتكم و نتمنى منكم أن تكونوا معنا في حلقات أخرى مع أناوين أخرى والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة